شكراً لكم وشكراً للمصر وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الاجتماع المهم في هذه الأوقات المهمة نحن هنا جميعاً نحن هنا في منعطف قطيراً وفي أزمة كبيرة وهذه أزمة إنها أزمة لغزة وفلسطين وإسرائيل وهي أزمة لكل المنطقة وتهدد وكذلك أيضاً تهدد من دلاع الحرب في هذه المنطقة بأكمل وذلك فنحن جميعاً هنا نحن جميعاً هنا يجب أن نكون كلنا واضحون فيما نتحدث إليها لقد قمنا بإدانة العملية التي قدمت بها حماس ضد المدنيين الإسرائيليين وقمنا أيضاً بإدانة الحصار المفروض على غزة وكذلك أيضاً نأسى لهؤلاء الحياة الأبرياء التي راحت جراء هذا السرع ونحن أيضاً نأسى من الأخبار التي نسمعها كل يوم عن الأوضاع الإنسانية في الداخل قطاع غزة حتى الآن إن كل يوم أو كل ربع ساعة يموت طفل في قطاع غزة وهذا لا يجب أن يستمر أبداً إن المياه والكهرباء والغذاء غير موجودة في قطاع غزة وإنني سعيد الآن عندما شاهدت الشاحنات تدخل إلى قطاع غزة في هذا الصباح وإنني عبر عن شكري لكل من سهب في هذا وهذه بداية رائعة وهذه بداية ذكية ونحن بحاجة إلى مثل هذه الأعمال يجب أن يتم تسريع تقديم المساعدات الإنسانية ولا يجب أبداً إعاقة العمليات الإنسانية ويجب أن تكون منتظمة في الأداء إن رويج تطلب تسهيل تقديم المساعدات ونحن نذكر الجميع بأن هناك التعهد يجب على الطرفين الالتزام بحماية المدنيين ويجب توفير ضرورات الأساسية لهم حتى الآن هناك حاجة الآن مس إلى تقديم المياه والكهرباء إلى قطاع غزة في الأسبوع الماضي أعلننا عن مساهمة بقدرها 70 مليون من أجل المساعدات الإنسانية وأنا اليوم أعلن عن دعم إضافي من أجل قطاع غزة وأيضاً هذا الدعم سوف يخصص إلى منظمة الأنور ولذلك فإننا بحاجة إلى معالجة الموقف الإنساني السيء ولكن هذا ليس هو الحل الحل سياسي في المقام الأول وإنني أتفق مع ما قاله الملك عبدالله في بداية هذه الجلسة الصباحية بأننا جميعاً نعرف بأنه في نهاية المطاف أنه من الأفضل للجميع أن نصل إلى حل يضمن إقامة دولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنبهم في السلام وإن النرويج ملتزمة بذلك منذ ثلاثين عاماً ومنذ ثلاثين عاماً كنا دائماً نقوم بحث الجميع على فعل ذلك ولكن أنا أود أن أشاركم معكم بأننا شعرنا في بعض الأوقات بأن هذه العملية قد تعطلت في بعض الأوقات وكان هناك بعض الغموضة التي شاب هذه العملية ولم نصل بالفعل إلى حل حقيقي ونحن نرى أيضاً هناك بعض الملامح الإيجابية وهناك بعض العمليات الجديدة التي حدثت في التقارب بين إسرائيل والعالم العربي لذلك فإنني أعتقد أن هذا الوقت قد حان أن نخرج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن وأن أيضاً نخفف من حال التصعيد وأن نعود مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات ومعالجة القضايا الرهنة والقضايا وكذلك أيضاً فإننا بحاجة إعادة بدء عملية السلام مرة أخرى ويجب أن نفكر قريلاً خارج الصندوق ويجب أن نلتزم دائماً بحل الدولتين ولذلك هذا هو الحل السليم من وقت النظري إن هذا الوقت ليس هو الوقت المناسب لقطع دعم عن السلطات الفلسطينية الكثير من الشعوب عبرت عن إدانتها على ما قامت به حماس ونحن جميعاً نؤكد على ذلك ولكن ذلك لا يمنعنا من المضي قدماً في اتجاه الحل أيضاً إذا ما عودنا إلى أسلو يجب أن أيضاً نعتمد على ما تم إحرازه في اتفاقية أسلو لذلك فإن الهدف من اتفاقية أسلو كواضحاً ويجب أن نبني على هذا الاتفاق ونحن قمنا بالفعل ببناء الممسسات وفقاً لاتفاقية أسلو وهناك الأيوم نقد أنه ليس هناك أفاق سياسية في هذا الموقف وعدم وجود أفاق سياسية فيزيد من ضبابية الموقف ونحن بحاجة الآن إلى معالجة الوضع الإنساني في غزة بشكل فوري وأيضاً في منتصف الصراعات ونحن بحاجة إلى إعادة التفكير مرة أخرى وأن نرويج ملتزمة كما كانت عليها الحال منذ ثلاث عقود ونحن سنعمل معكم من أجل إيقاد هذا الحل وشكراً لكم شكراً لكم